عرقلة واشنطن لمساعي السلام في اليمن لم تعد خافية على أحد ولطالما أكد مسؤولون أمريكيون أن نجاح خارطة الطريقة الأممية مشروط بوقف هجمات الحوثيين على السفن في خطوط الملاحة الدولية والممرات المائية مصادر صحفية قالت إن المبعوث الأممي هانس جروندبرغ خلال زيارته لواشنطن ولقائه بمسؤولين في الخارجية الأمريكية والمبعوث الأمريكي تيموثي لندر كينغ كان أكثر جرأة بالتصريح عن عرقلة واشنطن مساعي السلام في اليمن ومطالبتها بكف العرقلة وجعل السلام أولوية وأكد مكتب المبعوث الأممي في اليمن أن جروندبرغ استعرضت تحديات التي تعيق جهود الوساطة في اليمن بما في ذلك تطورات الإقليمية المرتبطة بحرب غزة ومسار تصعيد المقلق في اليمن منذ بداية العام مشددا على ضرورة منح الأولوية لمسار السلام والحوار والتهدئة في اليمن وأهمية الدعم الإقليمي والدولي المتضافر لتحقيق هذا الهدف أمريكا لدى تسلم بايد مقاليد الحكم قبل نحو أربع سنوات كانت قد وضعت من ضمن خطوطها العريضة للسياسات الخارجية إنهاء الحرب في اليمن لكن ما إن تضررت مصالحها ومصالح ربيبتها إسرائيل في المنطقة جعلت الوصول إلى تسوية سياسية في اليمن مشروطا بوقف الهجمات في البحر الأحمر وإن تعرض ذلك مع مصالح ملايين اليمنيين وجهود الوساطة الإقليمية ورغبة الأمم المتحدة لمنح الأولوية لمسار السلام والحوار والتهدئة في اليمن مراقبون يؤكدون أن الولايات المتحدة ليست لوحدها من تضع شروطا لإنجاح خارطة الطريق في اليمن بل إن ميليشيا الحوثي أجهضت الاتفاق الذي أعلن عنه المبعوث الأممي بنهاية العام المنصرم قبل خروجه إلى النور بالهجمات في البحر الأحمر خدمة للأجندات الإيرانية دون أن تقيم وزنا لمصالح اليمنيين التواقين إلى السلام والذين سائموا الحرب بالوكالة خدمة لأجندات القوى الإقليمية المدافعة عن مصالحها بأجساد اليمنيين النحيلة